بالأرقام إحنا بنقولش كده عشان إحنا بننتمي النادي الأهلي النادي الأهلي هو القدوة القدوة اللي الأندية بتحاول تمشي على نفس طريقه اسمعوا حضراتكم الأشقاء العرب بيقولوا إيه على النادي الأهلي المحللين العرب في بلادهم بيقولك إيه بيقولك يا ريت الأندية بتاعتنا تبقى زي النادي الأهلي تمشي في مسيرتها زي النادي الأهلي تتعلم من النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هو فعلا الرائد والموضوع خلي بقى حضراتكم مش بطولات بس مش بطولات بس هو تاريخ خبير وبطولات وإنجازات لكن فيه هناك نظام مؤسسي نظام مؤسسي يعني مش عايز أقول بالساعة لا بالثانية كله ماشي عليه كله ماشي عليه والكل هدفه حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي مصلحة النادي الأهلي مصلحة العامة وليس مصلحة شخصية مش هتلاقي الكلام ده في الأهلي بس مش هتلاقي اصل الكلام ده غير في الأهلي بس والكل بيحاول يتعلم منه لكن الرياضة مش داخل الملعب بس لا الرياضة في النادي الأهلي مش جوه الملعب بس مش جوه المستطيل الأخدر بس اللي حضراتكم شايفينها لا ولا البطولات دي جاي من الحيطة دي بس متاعت للمستطيل الأخدر لا 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 ده فيه حاجات برّى المستطيل الأخدر او برّى الألعاب حتى نمتكلم حتى على ألعاب الجماعية برّى الملعب لا في نظام الرئيس رئيس المدير مدير العامل عامل اللاعب لاعب المدرب مدرب محدش بيتدخل في شغل حتى كل واحد عارف دوره تماما عارف دوره تماما عشان كده النادي الآلي في حتة تانية